مرحبا حضراتكم مرة تانية وخلوني أبدأ مع حضراتكم طبعا أخبارنا زي ما عودناكم رئيس لجنة المسابقات الجديد أكد أن الدوري هينطلق 11 ديسمبر اللي جاي وقال النهاردة في قرعة الدوري أن كل الأندية لازم تعرف صعوبة الموقف وأن الدوري ده هيكون طبعا مضغوط جدا بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات طبعا مع التجديد على أن الجدول الخاص بالدوري هيكون مضغوط بسبب ظروف فترة كورونا عشنا فترة صعبة يا أحمد طبعا ونتمنى نتمنى ألا تتكرر يعني أنا بتهيالي طبعا في مقدمات في العالم كله بتقول أنه الأجندة الدولية هتبقى مرتبكة جدا ومضغوطة جدا خصوصا أنه إحنا عندنا طبعا لو لو يعني قد اللي هي أنها تتلعب أولمبياد توكيو عندنا تصفيات كاس عالم وكاس عالم وكاس أمم أفريقيا في عشرين اتنين وعشرين فأنتي بتتكلمي في جدول مضغوط جدا وعلى فكرة كان فيه اقتراح أن اتحاد الكرة يعني كان اقترح على الأندية أنه الدوري السنادي يتلعب من دور واحد حيث أنه يبقى فيه مساحة أكتر ما يبقى・ش في حالة الضغط الشديدة جدا لكن كل الأندية رفضته الدوري هيقام بالنسخة الجديدة يعني هيتم إقامتها على دورين بعد ما رفضت كل الأندية المقترح ألطة حضراتكم عليه اللي كان قدمه اتحاد الكرة انه يبقى الدوري دور واحد وبعد كده يبقى فيه تصفيات لتحديد البطل وخلاص يعني اتفقوا في النهاية على انه البطولة تقام او مسابقة تتعامل على دورين ولكن كان فيه تأكيد يعني كان واحد من اهم النقط اللي اكد عليها اتحاد الكرة انه مسابقة الدوري مش هتقف بسبب مشاركة المنتخب الوليمبي في اوليمبياد توك يعني الاوليمبياد اللعبت في معادها ده مش هيكون سبب لتأجيل اي مباراة مهما كان حجم المشاركة او حجم اللعيبة المقادمة النادي واحد في المنتخب الوليمبي وقال الاتحاد انه مش هيتم تأجيل اي مباراة الا في حالة وجود ظروف قهرية فقط وده طبعا شيء مفهوم جدا ومطلوب عشان يقدر الاتحاد يحفظ على او ينجح فيه استمرارية بطولة الدوري الجديدة